شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع عقد تصنيع وتوريد 320 عرب للخطين الثاني والثالث لمتر الأنفاق بواقع 40 قطر جديدة العقد الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات هونداي روتيم الكورية الجنوبية بمقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة يتضمن التزام الشركة بأعمال الصيانة للعربات لمدة ثمان سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 656 مليون دولار وعلى هامش التوقيع أكد رئيس الوزراء أن العقد يعتبر خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس نحو توطين الصناعات الثقيلة في مصر ما يتوافق مع المعايير العالمية